شهدت الأسعار عند استيراد وتصدير البضائع بدنار الجزائري ارتفاعاً خلال السوداسي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حسب الدوان الوطني للإحصائيات وأوضح الدوان أن الأسعار بالدنار عند تصدير البضائع بما في ذلك المحروقات قد عرفت ارتفاعاً معتبراً بنسبة 49.5% خلال الفترة الممتدة بين جونزي وجوان 2021 فيما سجلت الأسعار عند الاستيراد زيادة هامة بنسبة 18.5% هذا ويعود سبب ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستيراد إلى كون مجمل مجموعات المواد قد عرفت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة المنصرمة كما عرف حجم الصادرات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من الجوان إلى الجوان الأخير ارتفاعاً بنسبة 12% فيما سجلت الواردات تراجعاً بنسبة 2.4% حسب ديوان الإحصائيات وأدى نمو التجارة الخارجية للبضائع إلى انخفاض كبير للعجز التجاري مع التحصن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 64.2% إلى 93.1% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر